نتكلم عن احتياجات السوق المصري والتحديات اللي بتفرض نفسها على واقعنا عالم التكنولوجيا والرقمانة وازاي نكون ملمين به وكمان نوفي احتياجاتنا في سوق العمل مصري دلوقتي بتمتلك قاعدة كبيرة جدا من الجامعات التكنولوجية المختلفة اللي قدرت من خلالها الدولة تنجح في استحداث مصار جديد للتعليم العالي للطلاب سواء للتعليم الفني أو من يريد الالتحاق بالجامعات التكنولوجية المختلفة احنا دلوقتي بنتكلم تحديدا كل يوم في صباح الخير يا مصر عن تخصص مختلف واحتياجات لسوق العمل لان طلابنا بتوع السنوية العامة بيقدموا للتنسيق للكليات والأفرع المختلفة والمجالات اللي مفروض ان هم يدرسوها عشان توفر لهم فرص العمل اللي بحتجاها الدولة المصرية صحيح عندي يعني كنا لسه بندردش وعرفنا ان عندنا عشر جامعات تكنولوجية حكومية في مختلف المحافظات الجامعات دي فيها تخصصات مختلفة فيها قدرات تعليمية فيها تنوع في التعليم ما بين تعليم فني ما بين تعليم برمجة كليات الهندسية ربما بتكون المنهج النظري فيها اكتر لكن الجامعات التكنولوجية بيبقى المنهج التطبيئي فيها اكتر ومهمتها الاساسية هي بناء كوادر صناعية من درجة الاولى يمكن شوفنا الصورة الشهيرة اللي كانت مؤخرا منشورة وزير العمل مع وزير التربية والتعليم مع وزير التعليم العالي اعتقد ان المسلس ده لو اجتمع هنفهم وحيبقى عندنا يعني تعليم افضل لولدنا يتواكب مع السوق العمل بصحباتنا انظرنا دكتور احمد الصباق مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني والتكنولوجي وده تخصص مهم جدا اعتقد ان احنا هنسأل عنه صباح الخير يا دكتور واهلا صباح النور يا فندم اعتقد ان احنا عندنا جماعات زي ما حركت قلت جماعات تكنولوجية عشر جماعات تكنولوجية خاصة وفيه اعتقد عدد مماثل لهم او اقل شوية جماعات اهلية او جماعات اقامتها الدولة الجماعات التكنولوجية الحكومية اللي ابتدت في عام بكارون 72 ابتدت في 2019 بتلت جامعات كهيرة جديدة والدلتة التكنولوجية وبنسوف التكنولوجية وكانت هذه الجامعات تحتوي على كلية وحيدة اللي هي كلية الصناعة والطاقة اللي هي يعني منقدر نقول اقرب ما يكون الى التكنولوجيا الهندسية بتخصصاتها الموجودة اللي بتختلف من يعني مش هنرجع بقى للتقسيمات العادية كهرباء وميكانيكا لكن والتقسيمات العادية دي في الكلات الهندسة لكن الى الميكاترونيكس الصناعات المغازية للسيارات الاوتوترونيكس الطاقة الجديدة والمتجددة الاطراف التعوضية طبعا الكمبيوتر تكنولوجيك تكنولوجيا الكمبيوتر بكل تخصصاته شبكات أمن سايبراني اكتر من برنامج موجود تحت هذه الجامعات بعدين بسنتين تم افتتاح سبع جامعات أخرى متوزع برضو زي ما حضرتك أشارت على مصر كلها أسيوت طيبة فلقصر شرق برسعيد في سينة نفسها برج العرب فأقصر الشمال الغربي ستة اكتوبر موجودة مكامات حكومية حكومية دي خش في التنسيق هي خش في التنسيق هي بتقبل طلاب سانوية عامة بس لا لا بتقبل الاتنين طلاب الثانوي العام والثانوي الفني بتخصصاته المختلفة وبنراهي أكتر أن نحن ندي فرصة لأبناءنا من السانوي الفني بيبقى لهم نسبة أكبر طبعا مع مراعاة للتخصصات المطروحة زي ما قلنا لحضرتك دي تخصصات بتبقى مهنية أكتر من أنها تبقى تخصصات أكاديمية كما في الجامعات العادية يعني تلاقي مثلا برنامج التبريد والتكييف في إحدى الجامعات برنامج صناعات الأغذية برامج عن تكنولوجيا النقل يعني مش هتلاقي البرامج الزي ما حضرتك عن المطروحة هي بتتميز باختلافها عن الجامعات التقليدية إيه هل مزيد من التطبيق التطبيقية؟ يعني ده شرط أساسي على أي أساس بتحطوا التخصصات؟ هل رجعنا بالعكس إحنا بنشوف سوق العمل محتاج إيه؟ بنشوف المصانع الشركات المختلفة محتاجة إيه؟ وبالتالي بنحط التخصص اللي مفروض مطلوب وندرسه؟ دايما نحطك أشارت بالزبط في النقطة اللي بنبتدي بها دايما يعني أما جهة توجيه الرئاسي مثلا إن إحنا نتوسع في هذا النوع من التعليم جامعة لكل محافظة أو يعني إحنا هم حتاجين مثلا لسه يجي 17 جامعة نقول مثلا فيه ثلاثة على اتنين ابتدوا واحدة على الطريق بتاخد موافقات مجلس الوزراء وفيه لسه طلبات للبعض الآخر والبعض تم مسحه الأراضي بتاعته التخصص بنبتديها إزاي؟ احتياجات الدولة يعني أول حاجة عندنا الوظائف المحتياجات الخاصة بكل إقليم يعني الأقاليم اللي في مصر من القاهرة إسكندرية الدلتا قناة السويس شمال وسط جنوب الصعيد بنشوف الاحتياجات الخاصة بكل إقليم والصناعات المتواجدة فيه ده مش هو ده العامل الوحيد فقط الاحتياجات أخرى اللي بنشوفها من التعبع العامة والإحصاء إيه الوظائف اللي مصر بتستورد عمالة من الخارج فيها أنا فهمت كمان إن الجامعات بتبقى قريبة من مناطق الصناعية علشان يبقى فيه نوع من الانواء ده أساسي فيه بعض خصوات لازم تبقى يعني قريبة علشان جزء العمل يوفي تمام برضو عندنا مش بس على السوق المحلية بنتكلم برضو على السوق الخارجية يعني إحنا برضو بنشوف الوظائف اللي فيه احتياج في المستقبل القريب اللي موجودة في العالم الخارجي في السوق الأوروبية في السوق الخارجية إيه الوظائف المطلوبة لنحن الخارج بتاعنا مش بس عشان مصر إحنا بندور لينا خارج قادر على دخول سوق العمل فيه محليا وإقليميا ويعني أوروبا وخليج وهكذا بس أنا اللي فهمت من حضرتك أن دي يعني جامعات خاصة بالدعم الفني أو يعني حركة قلت لي أكتر أن هي بتاخد مش سنوية عامة بتاخد مؤهلات فنية لا بتاخد سنوية عامة وبتاخد برضو مؤهلات فنية وبتسمح كمان بالمستكملة التعليم يعني اللي تخرج مثلا من الدبلوم فوقس اللي هو السنتين الدبلوم الفوق المتوسط مثلا وعاوز يرجع يكمل تعليمه المخرجين من بعض المعاهد التابعة للقوات المسلحة الفنية أو بعض الجهات اللي بتاخد دبلومات فوق متوسطة وعاوز يستكمل كل دي فرصة هو يقدر يكمل تخصصه ويحصل على البكالوريوس التكنولوجي في هذا التخصص هي متدرسة فيها دي؟ هي بنشغالها بنظام 2 بلاس 2 يعني أول سنتين بيحصل على دبلوم الفوق المتوسط والسنتين اللي بعد كده بيحصل على البكالوريوس التكنولوجي ممكن يسيب بعد سنتين حصل على دبلوم فوقت؟ ممكن يسيب بعد سنتين وإحنا بنحاول برضو نحط لها يعني برضو عشان ما تبقاش العملية يعني دخل إنو أوت كده دخل وخارجه من ناحية تانية وخلاص بيستكمل المهم هيخرج مستوى لا يهمنا أنه نصيغ التجربة زي ما بيحصل في العالم كله أنه يستطيع أنه يحصل على عمل في النص اللي عاوز يقدر يحصل عمل في النص ويرجع يكمل الدراسة ده شيء يهمنا اللي عاوز يكمل الأربع سنوات مباشرة بعد حصوله على مستوى عالي يؤهله إلى ذلك أهم حاجة زي ما قلنا حضرتكم ما يميز هذا النوع من التعليم التطبيق وده يعني بيضع ضغط علينا أثناء وضع هذه التخصصات قبل ما نفتح أي حاجة من الشريك الصناعي بتاعنا كنت لسا أسأل حضرتك إيه الاتفاقيات المعمولة سواء بقى مع القطاع الخاص أو القطاع العام أن أنت تنقل الطلبة بتوعك للتطبيق أي يعني المدارس التكنولوجية بتتبع بعض المؤسسات الخاصة أي وبالتالي هي اللي بترعاها وبترعا التخصص اللي بيدرسوه أي طب ماذا عن الجماعات التكنولوجية؟ الجماعات التكنولوجية زي ما يعني تكلمنا قبل الهوى كان فيه بعض جماعات تكنولوجية الخاصة بنفس المفهوم المدارس التكنولوجية التطبيقية بنفس المفهوم شغالة يعني شركات بترعا جمعة بكل التخصصات اللي موجود فيها وفي حتى الآن دلوقتي جمعتين خاصتين وحصلين على واحدة فيما يبتدت بالفعل والتانية السنة دي تبتدأ إن شاء الله وفي واحدة تالتة على الطريق في صعيد مصر إن شاء الله يعني لسه في الإجراءات بتاعتها بتبقى يعني تابعة لمصنع أو مجموعة مصانع؟ مجموعة شركة يعني طبعا مش المصنع دايريكت بيبقى لي مطالع منه زي جمعية زي اهتمام علمي أو تعليمي بتتقدم للوزارة بالإمكانيات اللي عندها طبعا كل حاجة في الآخر تحت إشراف الوزارة لازم تتم إن في عملية علمية منضبطة تحت مناهج بتراجع من لجان القطاع اللي اختلفة في الوزارة بتخش في مجلس أهل الجماعات برد؟ في لجان القطاع الخاصة بيها طبعا يعني وفقا للبرنامج اللي هو هل هو تكنولوجي يعني مثلا طبع كمبيوتر تكنولوجي ولا طبع تكنولوجيات النقل ولا النسيج ولا حاجة تكنولوجيا صناعات دوائية ممكن نروح لجان القطاع الصيدالي نسترشد بيهم وفقا للبرنامج المطروح بنتوجه الأقرب لجنة قطاع بتراجع يعني لجنة قطاع تكنولوجيا الأول بحكايا بنستعين بأقرب لجنة قطاع بتراجع المناهج وزان بقول لحضراتكم ما يهمنا هو المكون العملي وطريقة التقييم بالجدرات إن احنا مش بنطلع إعادة تاني للجماعات العادية احنا بنطلع واحد عنده هانس اون اكسبرينس عنده مهارات حقيقية بتؤديه فعلا أن هو يقدر يشتغل فيهمنا جدا نسبة التدريب ويهمنا عشان كده يهمنا دايما التعاون مع الشريك الصناعي من أول يوم ودوره واضح في يعني حتى في اختيارنا للوايح وتحديد اللوايح والتدريس يعني ممكن بيحضر كتير في الجماعات أو احنا الطالبة بتروح هناك في المصانع لفترات طويلة مش زيارات خطفة وخلاص لحد ما يعني نستطيع نحنا نقول أن الطالب يعني عنده مستوى معين من الجدارات نقدر يعدي به المطلوب ويمكن ده يؤدي بينا بعد كده البنش مارك بتاعنا منهتم جدا بالتعاونات الدولية وشركات الدولية عشان زي ما أقول لحضراتكم يبقى الطالبة يخريج بقى بتاعنا مؤهل بقى مؤهل وعملة معتمدة يقدر يسافر أو يقدر يشتغل في شركات دولية طيب دكتور في جامعات دولية فتحت هنا في مصر ذات تخصصات تكنولوجية أيضا هل بتخدم برضو نفس الهدف؟ يعني أعتقد أننا احنا نتكلمنا عن الدعم الفني أو الفنيين القطاع الفن أعتقد بقى القطاع الهندسي المهندسين عندنا إيه؟ لا طبعا القطاع الهندسي ده قطاع قديم جدا وأنا بعتبر أساسا كلية في كلية الهندسة أساسا فهو ده الستريم العام أو الطيار العام اللي فيه تخصصات الهندسية كتير ليجب أن ندرس أساسيات العلوم البيزيك ساينس الأساسية الفيزياء والكيميا بالشكلة الأكاديمية المعتاد اللازم للترقي إلى مستوى أعلى وفهم نظريات كل شيء ومن سمى التصميم ومن سمى التطبيق فهو الهدف هنا يعني مختلف شوية عندنا هنا تخريج التكنولوجي لا ده إنسان عاوزينه ينزل سوء العمل بإيده يعني وبإيده وأعلى من إيده كمان مش مخطط أيوم هو مش مخطط وبرضو مش عاوزيني برضو نرجع لليل هو بإيده بتاع المفهوم القديم بتاع الأفلام القديم مستحسن والكلام ده وخراط لا لا ده طبعا ده فكر يعني شوه الصور أيوة يعني ده الاحتياجات ده الوقت للتعليم فني بمهارات عالية جدا ما بقاش الشكل النمطي ده الوقت عندنا اللي بيتعامل مع أمن الشبكات الحاسبات موضوع التكنولوجي ده فني عالي مش حيبقى فني بسيط واخد وبيتعامل مع جهات دولية كتير وبيتعامل بيقرأ لغات وبيدخل فيه فرق عمل كتير فلازم عنده صفت سكيلز مختلفة كتير تخصص التقل الجديدة والمتجددة يعني ما أعتقدش أنه موجود أصلا في كليات الهندسة لا موجود في بعض الكليات لو هندسة فاور يعني دلوقتي ما بين طبعا كلمة هندسة فاور فيه فاور ميكانيكا وفاور كهربا فهتلع الانرجي اللي هو ما بين يجمع ما بين التخصصين وده باكالوريوس هندسي طبيعي بيدرس النظرات العلمية والأساسيات اللي من هنا ومن هنا بتخدم على مجالات الطاقة ونحن بنكلم عن طاقة جديدة متجددة وفيه دلوقتي مش بس بنكتفي بمحركات الاحتراق الداخلي لا بنكلم على طاقة الرياح طاقة باطل الأرض طاقة الشمسية التكنولوجيا بقى بيزيد على كمان كده على التطبيقات يعني دلوقتي أنا عندي طاقة شمسية وألواح في فوتوفولتايك طب الصيانة بتاعتها إزاي ده مش هو ده بقى والتصنيع كمان في حد زيت ان أنا ما استوردهاش فأنا عندي شركات عاملة في مصر كتير هيهمها مثلا حصول على تكنولوجيا قادرة على التعامل كيفية التركيب كيفية التجميع كيفية قطع الغيار كيفية التنظيف متابعة أعمال الصيانة وعشان كده حتى بنتفق مع شركات عاملة في المجال هي اللي بتساعد فيه التدريب والتأهيل للطلاب دول بيحصل الكلام ده في الهندسة مش بالصورة دي يعني مش هو ده اللي سكوب أنا يهمني الخريج المهندس انه بقى فيهم زي ما حدثت كلتو أساسيات والنظريات ومعامل الإشعاع يعني بيبقى عندي حاجات تانية يتميني وقدر على التصميم والتخطيط قصة تانية لكن اللي بتعامل على طول بييده في مجال الشغل محتاج مع الشركات ده بيبقى محتاج اهتمام أكتر بالنسبة العملية وبالمهارات اللي محتاجين لها يوميا خريجي الجامعة التكنولوجية حضرتك بتوفر له إلى أي مدى فرصة العمل في الدخل يعني جزء من الاتفاقيات أو الشركات هل بتوفر جزء منها فرصة العمل بعد التخرج؟ هو طبعا احنا ما عندناش خريج لسه تم تخريج لسه الصف اللي فات أول مجموعة ويمكن أول دفعة من الجماعات التكنولوجية أول دفعة أول دفعة أول دفعة داخلين الساعتاشر وما تخرجوا يعني السنة اللي فاتت كانت أول مجموعة أول حوالي كالتلتمية وشوية من التلات جماعات الأولى ويمكن احنا متابعينهم دايما من خلال طلاب أحوالهم يعني بعيدا عن اللي عنده جيش أو عنده ظروف شايفين الحمد لله طبعا هي نسبة غير معبرة أو أن هم بتكلمها على 300 وشوية لكن نسبة توظيف خلال مثلا كانت 13 كانت حاجة 40 في المية لفتت نظري كلمة عندهم جيش هو الإقبال أكتر من الزكور عن الإنس لا لا موجود إناس كثيرا خلي بالحضرتك برضو من ضمن توزيع التخصصات اللي كان يهمنا يعني زي ما حدقوا عندنا جزء اللي وجوده في الإقليم يعني حتلاقي مثلا في اسكندرية في مثلا تكنولوجيا السفن مثلا وصيانات السفن يعني فيش اسمه ما فيش عندنا بكالوريوس سنت السفن مثلا في كلية الهندسة لكن التكنولوجيا في سنت السفن تكنولوجيا خدمات السفر والفندق يعني دي عندنا تخصصات مرتبطة بالجغرافية المكان أي أي مرتبطة بالمهن فبس دي تخصصات بتبقى فريدة من نوحها موجودة في جامعات بعينها لكن تخصصات الخاصة بالبرمجة أو بأمن الأمن الحاسب أو الشبكات أو وجرها دي موجودة في كل دي موجودة في كل الجامعات تقريبا يعني حوالي من العشر كان فيهم تمانية والاتنين الجداد الخاصين كلهم موجودين فيهم ليه الاحتياج شديد جدا للناس بتوع الـ IT ويمكن أكيد في أي جهة خاصة أو حكومية الاحتياج شديد دي عليها إقبال بقى من الجنسين لكن في تخصصات جاذبة للذكور لا وفي حتى في تخصصات تكنولوجية يعني كنت سعيد قريب في معرض يعني عجبني جدا في جامعة بورج العرب التكنولوجية بتعمل كل سنة والطلبة قالهم سنتين مستوى المشاريع اللي الطلبة عاملينه منتج قابل لتطبيق ممتاز وموجود ذكور وإناث يعني مش مرتبطة بس أن هما أو ذكور فقط هما لا كل موجود دولة البنات المقبلين على الحاجات الفنية جامدة جدا خاصة أن دلوقتي ما بدتش حكاية فنية زي إيه يعني بتكلم على غير الـ IT بتكلم على ميكاترونيكس نفسها بتكلم على الطاقة هو إيه الفرق ميكاترونيكس وأوتوكترونيكس يعني أوتوكترونيكس خاصة بإلكترونيات السيارات أكتر الميكاترونيكس هي الأنظمة السيستمز اللي بقى لازم يطالف فيها درس النظم ميكانيكية ونظم كهربية للتحكم في هذه النظم اللي بقى بأكد مشوفها في الروبوتس صحيح يعني هذه الأشياء دلوقتي بقت موجودة بكسرة جدا فلازم يبقى عندنا والأكثر طلبا سواء داخلين أو خارجين في سوق العمل مطلوبة جدا وكمان الخارج بتاحها بيجد فرصة طبيعة دراسته أنه يقدر يشتغل خليه برضو نرجع للمفهوم القديم يقدر يشتغل يسد في الحتة الميكانيكية في الحتة الإلكترونيكس في السوفتوير فبقى عندهم برضو فرص متنوعة أنه يقدر يبني عنده بيز عنده قاعدة يقدر يبني عليها بسرعة يدخل فيه في الاتجاه اللي هو حيكم صحيح إذن الجامعات التكنولوجية موجودة بنتكلم في عشر جامعات موزعة في جميع محافظات الجمهورية برج العرب بشرق بور سعيد الدلتا القاهرة بني سويف الأقصر كل هذه الجامعات التكنولوجية بتقدم تخصصات مطلوبة في سوء العمل كان بصحبتنا الدكتور أحمد الصباح مساشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني والتكنولوجي كلمنا عن هذه الجامعات بالتفصيل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا